السلام عليكم حبيباتي الغاليات متتبعاتي الوافية نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله ومبركة عواشركم تمنى تدخل علينا هذا العواشر بالخير ويبعد علينا ربي شر هذا الوباء ونكونوا كاملين بخير وعلى خير اليوم في هذا الفيديو سوف نشارككم هذا الحلوة حلوة رائعة بسيطة وكزي الشيشة والديدة فان شاء الله تنال اعجاب ديالكم وتحضروها دي من حلوياتكم يعني انا ما كدبش عليكم في عيد الاضحاء ما كندرش بزيف ديال الحلويات كندري حاجة خفيفة هكا اه صافي فان شاء الله تعجبكم وتجربوها فمعلي غيري نقولكم يرامشو نشوفو المقادير وطريقة تحضير حبيباتي وفرجة ممتعة بسم الله على بركات الله اول حاجة غادي نحتاجو هنا الرابعة ديال الزبدة مايو عادي الميتين وخمسين قرام الرابعة ديال الزبدة البنات لي ما عندهمش الميزان فكيديروه 8 ديال المعالق كبار ديال الزبدة بغيتو تخدموها بمارغارين بغيتو تخدموها بالزبدة العادية ديال البواطا كلو حدا باش ممال فاتخدم اه بالنسبة اهنا هيا غادي نزيد عليها واحد رشا خفيفة ديال الملح ديما في الحلويات ديالكم فليكيك ديما ديروا واحد رشا خفيفة ديال الملح غادي نزيد متع كأس متع سكر غلاسي او سكر بودرة مايو عادي الميت جرام وغادي نزيد كيس ديال الفانيليا ويلا عندكم الفانيليا السائلة ممكن ديروا ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة غادي ندمج هاد المكونات كنخدم زيان هديك الزبدة مع السكر حتى كنحصلو على امبومانت كنتدمجوهم مزيان مزيان بعض الطريقة هادي بهاد الشكل غادي نضيف حبة بيض كاملة نصف كأس متع الزيت مايو عادي لثمانين ميليليلتر اكيد نكتبلكم الماء قادرة البنات كيما ديما مول الفاكم ندمج هديك البيضة ودك نصف كأس متع الزيت مع المكونات الاخرى بهاد طريقة حتى نحس بهم انهم بدي ينسوا تماما هدا ندفع لي هم عندي كأس متع انا استعملت القوقاو او الكاوكاو اللي محمر نخديت ذاك للقوقاو البيض حمرته مبعد طحنتو 100 جرام يعني كأس بغتي تديري اللوز تخضي كأس متع اللوز به بالقشرة ديالو والطحنه يعني به بقشرته والطحنه كل واحد بحسب الاستيطاعة ديالو انا اضرت الكاوكاو اللي حمرته ومبعد طحنتو ضفته هداك الكاس متع القوقاو وزدت عليه نصف كأس متع الكوك اللي كيبقى ختياري نصف كأس متع جاوز اللي ما بغتش تديرو ماشي مشكل وزدت جوج مع الققبار ديال الماي زينة او الناشا وزدت ساشين تاع خميرة ديال اللي حلواء 8 جرام فقديندمج هاد المكونات مع بادياتهم نخلطهم مزيان مزيان بهالطريقة هادي حتى كيتجانسوا بعد الشكل هادا كما قدتكم اختياري اللي بغت تدير القوقاو وديره اللي بغت تدير اللوز وديره هنا قدينضيفو الدقيق بالنسبة الدقيق كما دائما كنحاول نعطيكم العبارات يعني هاديك هي فانا يا ميكان خدم غير راسي هاكا بوحدي ما كننعبرش يعني كنديدك شعيني ميزاني ولكن انتونا ضروري نعطيكم الميزان باش هاكا تكونوا الدين المقادر مضبوطة بالنسبة الفارينا انا اخذات لي خمسمية وخمسين جرام ديال الفارينا يعني خمسة ديال كيسانونس خمسمية وخمسين جرام فارينا كتضيفوها شوية بشوية ضروري تكونوا مغربلينها تافيح تكتجمعو العجينة ديالكم وديما العجينة تعل الحلويات عمكم ما تقسحوها ومتخلوها شقع كتلسق يعني كتكون العجينة طرية باش تقدرو تشوكلوها كما بغيتو تافي العجينة جمعناها دركين مشيو للتشكيل بالنسبة هنا انا غضي ندير العبار في الميزان باش كيجيوني الحبات متساويات انا عبرتهم من 20 جرام واذا ما عندكش الميزان دير يعينك ميزانك فكنا ناخد كورة ملعجين كنكورها ومبعد كندير فيها واحد الحفراغي بالاصبوع ديالي بهاد الشكل هذا سوف يوك نحطها مباشرة لصينية ديال الفرن تفرشوا الورق الزبدة ولا الدهنه هدهنة خفيفة ذاك شي كيبقى لكم انتوما غضي نستمر هكا حبيباتين ندير فيهم هكا حفيرة غير بالاصبع كنحاول هكا شوية نقدمو خطي يتشقو لكم شوية مع الجناد راما شي مشكي ما يوقع لهم موالو سوفي كنحطهم هكا وكنخليوا شوية تعالي سباس بيناتهم نستمر هكا تنكمل على الكمية اللي عندي ونرجع معكم باش نمشي ونطيبوهم وبالنسبة ماشي ضروري انكو تديروا هاد الشكل بهاد العجينة فتقدرو هاد العجينة اللي اعطيت لكم تورقوها وترشموها هيلال او لا ترشموها اي نوع مرش مبغيته فهنا من اللي كمرت عمرت الصينيات جيالي غدي ندخلهم الفرن ساخن على نار متوسطة يحماروه مزيلا الاسفل تقلو لهم نار من فوق ديالهم شوية يحماروه وتخرجوهم سوف البنات من اللي طيبت الحلوه هيا كيفاش حمارت من الاسفل ويعني ططلها شوية من الفوق نمشيو للتزيين فأنا عندي هنا مربى المشميش وعندي الكوكا واللي تهو محمص ومهرمش الرقيق فكنشد انا كنستعمل الشيطة هكا باش الخدمة كتكون قية فكندهن غيل جوانب فقط ماشي كامل الحلوه الجوانب ديال الحلوه بالمربى ومبعد كندوزهم في هذا الكوكا واللي حمصناه وهرمشناه يعني الطريقة هرها واضحة في الفيديو سنستمر هكا كندهن بزيين الحلوه مع الجوانب بهذه الطريقة كندوزهم بهذا الشكل هذا في القوكا نحن نقوله القوكا والبنات في الجهة الشرقية لاحقاش بزاف متع البنات كي يستغربوا نحن هنا في وجدة كنقوله القوكا والاغلبية كيقوله الكوكا ولا الفول السوداني مهم انا كنحاول نهضرب اللهجة ديالي بحيط اللهجة اخرى كديني شوية تقيلة فغضي نكمل بهذا الطريقة البنات تنكمل كامل القوكا اللي عندي بهذا الشكل هادا ونرجع معكم من الحلويات البنات اللي بسيطة كما اشتوه ما فيها شي حاجه اللي كتيره ومتاكده غضي تعجبكم ان شاء الله سوف البنات هنا بقي نغي ديك الحفرالي في الواسط باش غضي نعمروها انا غضي نعطيكم واحد الفكرة يعني عمروها باش ما بغيتو انا في عيوض ما غدي نضير شوكولات بوحدها غدي نضير واحد القاناش شوكولات باش ديك شوكولات تجيب بنينة خصوصا إلا كنتو دارين رغي هاد الشوكولات رخيصة فإلا درتو لها هكا قاناش كجيزوينة أما إلا كنتو دارين ديك الشوكولات اللي نوعية جيدة فبلا ما تخلطوها معاشي حاجه فهذا في فكرة انا عندي هاد الكريمة فضر قلت نضيرها قاناش فبالنسبة للقاناش كدائر كتاخدو الكريمة السائلة الخاصة بالحلويات بحالان انا ضروري نستعمل الميزان غدي نعبر 60 ميلي لتر من الكريمة كنتخنها مزيان في الميكرو اندولا في واحد الكاسرونة وكننولي نزيد عليها 60 جرام متاع الشوكولات يعني دائما كتكون كمية الشوكولات هي كمية الكريمة فهنا كما تشوفو سخنة الكريمة ضفت عليها هادك الشوكولات السوداء وغدي نخلطهم مزيان مزيان صافي هاكا غدي تجمد لكم دايج هادي تجمد لكم في الحلوة وثاني حاجة غدي تجيكون بنينا يعني كتكون واحد شوكولات غانية في الماداق ديالها ما كتكون زوينة وهنا هي كما قلت لكم عندكم الاختيار تقدرو تديرو غي شوكولات عادية تعمروها تقدرو تديرو نستلي كراميل تعمروها تقدرو تعمروها غي بلا كونفيشوغ يعني كل واحدة لحسب ذاك شي اللي تقد عليه انا فقط كل كان بغي نعطيكم هاكا فكرة سوف نعمرهم البنات بها الطريقة هادي هنعمرهم عادي بملعقة صغيرة هاكا ولا ديروهم فوحد لاببوش وعمرو غير اللي بغيتو نستمر هاكا تنعمر قاع الكمية اللي عندي ونزيد واحد لمسها اخيرة ممكن تخليهم هاكا ممكن انا غدي نضيف شوين تعالشوكولات السوداء غدي نديرها فوحد لاببوش وغدي ندير خطوط هاكا اللي حلوة خطوط بها الطريقة هادي كراكو تشوفو بهاد الشكل هادا ندير خطوطه ففي تكا نستمر تكا نكمل الحلوة كاملة اللي عندي سوف البنات كتخليوا الحلوة ديالكم حتى كتنشف ومبعد كتعمروها في البواد ديالكم ما كتحتاش هاد الحلوة انك تخليها في كونجيلاتور ولا شي حاجة تقدر تخليها غير شي مكان بارد هاكا عندك تحت البوطاجة ولا ولا تديرها في شي بلاكار ولا تديرها هاتف تلاجة فهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا كراكو تشوفو كتجيزوين نفس الشكل ديالها كيجيزوين والماذاق ديالها تهو كيجيزوين اشتو حاجة الحلوانة تعجبني من يكون فيها كالفو السوداني واللالوز كيعطيها واحد طعم زوين وكذلك كتجيه شيشة ان شاء الله تجربوها وإلى عجبتكم دائما نخليوها لي في التعليقات واللي جربتها كذلك تخليلي في التعليقات انها جربتها فالفيديو ديالنا سالة هنا كيما نقول لكم حبيبتي دائما إلى عجبكم الفيديو شجعوني باش نقدم لكم المزيد شجعوني بلايكاتكم تعليقاتكم وكذلك بارتاجوا الفيديو مع عائلاتكم وحبابكم باش هكا كل شي استفيد معانا واحتى أنا تشجعوني باش نقدم لكم دائما المزيد من الوصفات فكيما اشتوه في اول فيديو نقسمت لكم حيضا باش شفو كيفاش كجي من الدخل يعني شيشة انا ديجا قسمتها كانت عندما جمدت الشوكولة يعني كتخليوها تكتنشف مزيان ديك الشوكولة ومبعد كتعمروها فالفيديو ديالنا سالة هنا يا حبيباتي خليتكم على خير وكيما دائما تلقاوا في فيديو قادم وصفصفة قادمة ان شاء الله ودائما مع شوات صفاء تحياتي لكم يا أغلى وأحلى صديقاتي للقاء